لكن المسيح دخل لتتميم نبوة زكريا تسعة تسعة أنه وديع ومنصور راكب على حمار يعني متواضع ومش داخل دخول عسكري طبعا خلي بالك في دخول تاني هذا اللي بيتذكروا اليهود في أيام العصر الحصموني عائلة المكابيين اللي ابتدأت في الأب الكبير الشيخ الكاهن الكبير اللي اسمه متتياهو وابنه يهودا المكابي ويهودا كان عنده خمس أولاد وإخوة متتياهو لما في هذه الفترة كان الحكم اليوناني وعلى فكرة هذه النبوات موجودة في سفر دانيال لما مات الإسكندر الأكبر اتقسمت المملكة على أربعة أقسام لكن بركز على مملكتين الجنوبية البطالصة في مصر والسلقيين في الشمال في سوريا وكانوا بيتزاحموا على أرض فلسطين وطبعا أرض فلسطين تعتبر جسر لثلاث قارات اللي بيأخذ فلسطين معناته بيقتحم أو بيكون عنده السلطة على كل الطرق الرئاسية والتجارية والضرائب إلى وما شابه لكن الحاكم أنتيخوس أبيفنس الرابع اللي ابتدى يعني في حكمه لفترة زمنية لكن في سنة مئة وأربعة وستين قبل الميلاد يعني ابتدى من مئة وسبعة وستين وابتدى يحط ضغوطات على اليهود وممنوع الإختتان واللي بيختتن عقاب الموت ممنوع احتفال السبت ممنوع الأعياد ممنوع ممنوع وابتدى يهجر الهيكل ولكن في يعني في يعني احنا منقول القش اللي قسم الظهر البعير لما دخل الهيكل وقدم ذبيحة خنزيرة على مذبح الله وسالت الدماء هنا طبعا جن جنون اليهود وابتدأت ثورة المكابين اللي هي الفترة بين العهدين ولكن أخيرا استطاعوا أن ينتصروا على جيوش أنتيخوس أبيفاناس وفعلا احتفلوا ثمان تيام شان هيك اليهود لليوم بيحتفلوا في عيد التجديد مكتوب في إنجيل يوحنى اللي هو عيد الحانوكا أو عيد الأنوار في هذا العيد أحباء بيحتفلوا ثمان تيام طبعا التقليل اللي هوني بقول أنه ضلت بزيت خفيف ضلت مضوي هذا الشمعدان أو التمن سرج إلى مدة 8 إلى 8 أيام فإذا دخل يهود المكابي ودخلت كل عيلته وكان باحتفال مهيب جدا رفعوا أغصان الزيتون والنخل صعف النخيل وقالوا مبارك الآتي لكن يسوع المسيح دخل وهتفت الجموع ظنوا أن المسيح رح يطيح بالإمبراطورية الرومانية ولكن لم يأتي المسيح لهذا السبب جاء ليخلص ما قد هلك وفعلا هذا الدخول الانتصاري اللي عبر عن هوية يسوع المسيح كملك على مدينته وككاهن على هيكله وطهر الهيكل وكالنبي الآتي اللي ارتجت المدينة وشافه تفوق وسموه ورفعة يسوع المسيح